تتعلم مننا لما ما كنا نصوت لما نختلف بس يصير في خلاف تصويت هو الحل اثنان ما لازم تقول مش عايامنا لأنه كل اللي ما قولت مش عايامنا هي وصلتنا لخيار اللي ما بق فيه إلا على أيامكن تعملوا الاشياء اللي ما نعمل يتقبل وإلا الانهيار وثالث شيء أنه ما تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المساس بامتيازاتهم ولا لابتزاز الشارع بالخضوع لبعض المطالب أوقات الغير محقا ويلي جزء من ضرر فيها أنه من خاف نعمل شيء منجمد لعمل لأنه شو بدون يقولوا لو عم تعملوا بتكونوا صح تاني شيء لناحية السياسات يلي بدأت قوم فيها الحكومة أنا بالأولوية بدي أحكي بثلاث محاور أول شيء السياسات النقدية والمالية والاقتصادية تاني شيء بموضوع الفساد وثالث شيء بموضوع النزوح وثلاثتهم من الزاوية المالية الاقتصادية ليس من زاوية السياسية أبدا أول شيء بالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية الإجراءات النقدية نحن أمام فرصة لأول مرة من التسعينات أن الحكومة تحط خطة شاملة بالتنسيق مع حاكم مصر في لبنان وتفرض اعتماده وهيدي بعرف قدام التنوع ومتعدد الأرائفية بس بالحد الأدنى بتقدي أول شيء لوقف سياسة الاستدانة العمية بفوائد عالية وهيدي بلشت إذا بتتذكروا بالأربعين بالمئة فوائد على سندات الخزينة بالتسعينات وهيدي جرت لليوم أكلافة اتنين وقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي تمن والتمن كان كتير آلي وبكسبة كبيرة لأنه سعر صرف الليرة مش على حقيقته مش من اليوم من زمان وعم ندفع هذه الكلفة ثلاثة وقف سياسة ارتفاع الفوائد على المودعين وعالمدينين لأنه جمّت الاقتصاد والأسوأ يلي صار مؤخرا عندما اتفاق على تخفيض الفوائد تخفضت الفوائد على المودعين وبقيت عالية على اللي عندهم كروض وزادت أرباح المصارف لو عم بقولوا بدون يستلحقوا بعدين ولكن الهامش الكبير اللي صار مش مقبول وكلنا بنعرف أدافي اقتصاديين عم بيدفعوا تمنه كتير غالي بفوائد فاعجة مش مقبولة أربعة وهون جزئين في أونانيت وانتظام من دون أي استنسبية لموضوع الكابيتال كونترول وما عم نحكي عن كابيتال لوك عم نحكي عن ضبط له بشكل متساوي ومنطقي هذا من جهة ومن جهة تانية إعادة الأموال المهربة وفضح أصحابه دولة الرئيس في عنا الأرقام بتقول أنه حوالي 27 مليار ظهروا سنة 2019 فوايد وأصول أموال وبآخر فصل عم نحكي عن 14 مليار أربعة ونص منهم النقدي أربعة ونص تغطية ديون وخمسة إلى الخارج وحديث ما فينا نعرف دقته عن 2.3 لسويس رحوله بعد 17 تشرين نحنا من جهتنا كتكتل بعتنا رسالة لحاكم مصرف لبنان وهو بيقدر يعمل عبر هيئة التحقيق الخاصة وبصفته رئيس اللجنة العليا المصرفية وبعد ما أخذنا جواب عليها وأنا بطلب إذا ضلينا بهالحال لأنه عم يعملوا تحقيقاتهم أنه يصير فيه لجنة تحقيق بارلومانية تحط إيضاء على هذا الموضوع بالاستنسبية التي حدثت لبناني لا يستطيع يحوّل كم ألف دولار لأبنه لأبنه على المبارة ويقول لك هذا حجمه إيديا أو غير لا بنفس حجم الإيديا واحد تاني يظهر ملايين الدولارات هذا من جهة من جهة تانية ضرورة أونانية موضوع الكبتة الكنترول لأنه كل شهر كمان نحكي عن مليار دولار يطلعون وقلنا ثلاثة شهر بحديث بدأ قانون ما بدأ قانون بدأ موفاء استثنائية أو لا قانون النقد والتسليف يسمح أو لا لازم المجلس النيابي يحط إيده على هذا الموضوع ويعمل شيء لازم خاصة أن الحيكم عمل مسودته التي طلبت منه بهذا الموضوع وضروري أنه يصدر بسرعة خمسة موضوع إعادة هيكلة الدين بحسب والأصول بعد التفاوض والأصول المعتمدة وبعد إجراء مسح شامل لأنه للأسف لا لدينا هذا المسح والأول اليوم أنه بدنا وقت لكي الاستحاقات الجاية بدنا وقت نعرف ما هو وضع المصرف لبنان والمسح الشامل هذا ليس صحيح اجتماع مثل هذا لم ينعمل الرئيس مرة الجمعة أو مرة اليوم هذا يقعد العالم ومعروفين مننا يتسكروا عليهم بفرد غرفة لطلعوا حق اللبنانيين وحقنا نحن كنواب نعرف حقيقة ما مصرف لبنان بالحد الأدنى مشكلنا نتحذر على الأرقام وعلى أساسها نذهب من فاوض مع المؤسسات المقردة لألنا نعرف ما نفعل ليس نذهب ندفع المبلغ الذي نتحدث عنه 4.3 مليار دولار إذا لم يدفع ولم يعمل بسرعة قبل لا يستحق إستحق إذا ننشيل مرة ثانية نتم اللبنانيين الذين تضعوا إداعاتهم بالمصارف ونذهب وندفع الذين عملون أرباح كبير بفوائد عالية واللبنانيين الذين أمنون للمصارف ونظام المصرف على أموال نقول لا اختار نعطيهم لبرا نحن علينا نعطي جواب كامل بهذا الموضوع ستة حماية أنا لا أخذ خيار أنا ليس مسؤوليتنا عمل مسح شامل ويحلولنا الخطة ستة حماية الموديعين الصغار وبعطي أكثر من مثل خذ المئة ألف دولار دولة الرئيس نحن بالمئة وعشرين مليار دولار الذي وداع لللبنانيين واحدة وتسعين بالمئة منهم تحت المئة ألف دولار يعني اللبنانيين نحن بـ 91% منهم تشكل فقط 14% من الإداعات إذا خذنا سقف ثانية مئة ألف دولار تحت المليار لا 86% تحت المليار لا تحت المئة ألف أصلا المئة ألف ألف دولار يخرج 95% فوق تحت المئة ألف دولار فقط 5% من اللبنانيين لديهم وداع فوق 200 ألف دولار وحجمهم 82% من الإداعات هذا المثل يقول أننا نستطيع نفعل سياسة نقدية تحم 95% من اللبنانيين لا يندقب مصرياتهم ويستطيع هذه السياسة تذهب على المضيعين الكبار التي يقومون ضرائب كبيرة عليهم أو اقتطاع من أرباح كبيرة جنية ومعروف بالسجلات ومعروف كيف هي هذه الأرباح وفي فكرة كمانا تدول وجديرة بأنه تشيل قصم من هذه الأموال التي يقوم 200 ألف دولار إذا 15% منها حولتها لليرا اللبنانية عمليا تستعمل هذه الأموال بشكل حوالي 15 مليار دولار يعطوك احتياط وتستعمل الأموال بالليرا للإكراد بفوائد مخفضة للسكن والقطاعات الإنتاجية يقول هذا المثل أننا إمكانياتنا لدينا من احتياطات أننا نقدر ننهض بوضعنا المالي بعدين طبيعي نريد إعادة تنظيم الكطاع المصرفي ودمج المصارف لأنه يصير عددها 15 أو أكثر وإعادة رسمالتها وإدخالها بورسة بيروت بعدين لدينا موضوع إعادة أموال الهندسات المالية دولة الرئيس التي صارت قبل 2016 وبعدها وهذا يريد التحقيق لأنه نحكي تقريبا عن 10 ونص مليار دولار وعندها يعرف الرقم مضبوط إنما هذه أموال للمدعين اللبنانيين راح أموال موهوبة لمصارف أو لمتمولين كبار أو لمدعين كبار وهذه تستوجب إعادتها إلى أصحاب المدعين اللبنانيين الصغار وأخيرا إجراء عملية تدقيق حسابية على مصرف لبنان وإعادة جدول الديون الدولة تحت قاعدة أساسية المصرف المركزي هو بخدمة الدولة ليس الدولة هي بخدمة المصرف المركزي كل هذا الرئيس يجب يصير من خلال من دوم نغير بأوعدنا الدستورية لكن ضروري التكوين فريق عمل اللجنة طوارئ رئيس الجمهورية أو من يمثله رئيس الحكومة أو من يمثله وزير المال وزير الاقتصاد حاكم مصرف لبنان هي بشكل يومي تكون تجتمع ومتفيد اللبنانيين بشو يصير بهذا الخصوص والقرار الذي يطلع هو تحكم مصلحة لبنان من دون الخضوع لا لمعتقدات مسبقة ولا لمواقف إديولوجية يعني نحن لن نخضع لمشيئة الخارج بإخراج نا من الدين تحت ضغط التوطين وهنا لا يمكن أن نقول أن كياننا وهويتنا ونسيجنا الوطني ووحدتنا لم يكن هذا مقابل أيضا من المقابل لا يجب نأخذ مواقف إديولوجية من موضوع الخصخصة أو موضوع صندوق النقد الدولة إلا وفقا لتفاوض بنتيجته منشوف شو برص اللبنان ونجي نشوف إذا في مصح لبنان أو لا بالدخول بأي برنامج من هذا النوع مع الإشارة إلى أن نحن مثلا لا لدينا مانا لا بال بي 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 خاصة لبعض الكطاعات التي تحسن خدمات المواطنين وي يمكن نعمل مننا فند كبير يقدر يأمن أموال للدولة ويقدر يأمن استثمارات ويحسن الخدمات ولكن لا نستعمل أصول اللبنانيين للسداد للخارج أو للداخل المنتفع الغاز والنفط كما بدأت أن نسدد فيهم ديون هذا ليس لسداد الديون هذا ملك أجيالنا القدمة ملك أولادنا ليس ملك الذي مدينينا بالخارج أو داخل نحن لا نقبل أن نحجز هذه الثروات لمن أساء الأمان ونعطيها النقطة الثانية الإجراءات المالية هذه أنا أعرف كلها دوريست وفي توافق وطني عليها وبيان الوزارة اصطفت بخصوص كثير منها المشكلة الأساسية الرئيس دياب هو التنفيذ هذه المشكلة دراسات عملية والتوافقات صارت مهلة التنفيذ الآن أول شي في عنا تخفيض العجز بالمالية العامة والموازنة وباختصار كبير 85% من العجز هو خدمة الدين 37-38% هو كلفة القطاع العام 37-38% والكهرباء 9% والإجراءات معروف التي تريد تأخذ بكل هذه الخصوص بموضوع الكهرباء الحل هو إطلاق المناقصات فورا لتأمين الكهرباء على المدى الطويل وعلى المدى الأصير لأنه لا يوجد إمكانية الدولة تدفع مليارين دولار بالسنة وكل فكرة بأن نخفض تغذية الكهرباء يعني نزيد الكلفة على المواطنين الحل الوحيد تنخفض الكلفة على المواطنين نلغي الموتور لأنه لو زدنا تعرفت الكهرباء وفي زيادة تعرفت الكهرباء تتخفض الكلفة على المواطنين وتتصفر قيمة العجز على الدولة اللبنانية وهذا الحل بأن نجيب 24 ساعة على 24 ساعة كهرباء وما في حالتين وكل تأخير هو جريمة إضافية بحق الوطن اتنين موضوع الهدر بمؤسسات الدولة ووقف كل التنفيعات والمساهمات التنفيئية وقفال المؤسسات المكلفة من دون إفادة أو عدالة وكثيرة على رأسها مجلس الجنوب ووزارة الأعلام ووزارة المهجرين وصندوقها وضبط المؤسسات الفالتة وحصر مداخيلها وعلى رأسها كمانا كثيرة أوجيرو ومدل إيست ومرفق بيروت وغيره موضوع التلزيمات دولة الرئيس القانون مهم بس مش هو الأساس الأساس هو الشخص اللي عم بيلزم وزير أو مدير يا قدمية مش قدمية ساعة بيطلع التلزيم شفاف أو أو لا ثلاثة ضبط المداخيل الشرعية هون كمانا بموضوع الجمرك صار حضر ما يجب أن نعمل بموضوع الأملاك البحرية ضروري أنه لا أعرف إذا أريد إعادة النظر بالقانون لكن تطبيق القانون القائم بالحد الأدنى لأنه لا أعرف قد يصبح جدية بالاستفاق وبموضوع الأدت على المالية ضروري الإستعانة بشركات خاصة تدقيق بموضوع الجمرك أريد إستعانة وشركة أدت حتى على المالية أريد إستعانة على حسابات الناس وبالتلاعب لأن هذا ما يفعل ضبط حقيقي هذا غير المداخيل غير الشرعية المعابر جزء مننا الغير الشرعية وليس هناك حجة عند الجيش بـ 82 أو 83 أو 84 ألف عسكري يقول بحاجة لعديد معالي وزير الدفاع وكل المؤسسات الغير شرعية من محلات الإمار للمرامل والكسارات وكل المتهربين والغير مسجلين منها الضرائب آخر نقطة بهذا الباب هو العدالة الضريبية نحن مع صحن ضريبة موحد وضريبة تصاعدية يعني ضريبة عالية على السروات الكبيرة وضريبة منخفضة على أصحاب الدخل المنخفض وشبكات أمان اجتماعي في خوف أنه نطلع من خط الفقر 32% من اللبنانيين يكونوا تحته لحد 50% ضرورة إنشاء صندوق خاص وبعرف أنه في كتير جهات دولية مستعدة ساعد فيه وفي موضوع أخير كتير مهم لمدارسنا والتعليم هو فصل التعليم الخاص عن العام وإذا ما بدنا نتحمل المسؤولية بوقف هذه المخالفة الدستورية تروح الدولة تدفع للمدارسة الخاصة وتنقل التلميس تحطون بالمدرسة الخاصة لأن كلفتها لها أكيد أقل من الكلفة الحالية ووضع معايير واحدة للمستشفى آخر شيء بهذا الباب الإجراءات الاقتصادية وهنا خيار أساسي وستراتيجي يجب أن نأخذه كلنا نحكي عن تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج ولكن هناك فكرة سكنتنا على وقت طويل أنه هذا البلد لا يمكن أن نقوم فيه لا زراعة ولا صناعة هو فقط للخدمات وهذا خيار الأساسي يريد سياسات تطبيئية أول شيء الدولة ومشاعات بتصرف المزارعين والصناعيين أو عبر مزايدات مالية متواضعة أو عبر مزايدات ضريبية وتوظيفية بـ بلان من يقدم الأفضل لناحية الضريبة وخلق فرص العمل يأخذ هذه المشاعات والأراضي الكبيرة المتوفرة وهذا جزء أساسي من الكلفة ويشجع من في توصيات مكينزي يسمونها مكينزي أو غير مكينزي ولكن هناك شيء أعتقد أننا متوافقين عليها بقطاعات معينة مثل الأعشاب الطبية أو غيره يجب نبدأ فيها جيدة كثير أن الحكومة تتحدث عن لجنة وزارية لتنفيذ سادر والسي ويصير في عنا تبلو نعرف حالنا كيف نتقدم بهذا المجال وين في عنا أخفاءات في موضوع السياحة وتشجيع هذا كثير مهم وما حدا يقول أنه في عنا أزمة لأن البلدين مثل الأبرص واليونان بعز أزمات المالية زادت السياحة فيها لأن عادة بترخص اللهم طبعا إذا قدرنا حفظنا إن شاء الله بهمة الكل على الاستقرار الأمن في بعدين موضوع تشجيع التصدير الشباك الموحد للتصدير أعفقات ضربية كبيرة للمصدرين وفي فكرة لتشجيع اللبنانيين اللي بره من تشرين كل واحد يقوم بالاستيراد وأنا هيدا اختبرت بموضوع اشتري لبناني بنعمله أعفقات ضربية بموضوع الاستيراد لما بيستورد مواد وإنتاج لبناني موازي الأعفق لأي عملية بيقوم فيها هون ضربية بالعقار بالتملك بالدخل بالانتقال بأي شيء من هالنوع وخامسا وأخيرا أكيد إطلاق فوري للمناطق الاقتصادية واعفقات خاصة فيها مدن أعلام وزكاء اصطناعي وروبوتكس وموضة وجوهرة وغير المحور الثاني دولة الرئيس هو الفساد اليوم الكل صاروا فسدين والكل يطلبوا بمحاربة الفساد واستقلالية القضاء وغيره وفي عندنا رزمة من الأوانين نحن مثلا كتكتل تقدمنا بأنون محكمة خاصة بالجرائم المالية محكوم أنون الرفع السرية المصرفية رفع الحصانة عن متعطي الشأن العام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الكل ساهموا بهذا القانون وآخر شيء أهم ما أنون نحن تقدمنا فيه كشف الحسابات الممتلكات والممتلكات وهو كثير بسيط لما نحكي بالفساد ونطول ونجي ونروح هناك شغلة بسيطة كثير هذا القانون يجبر هيئة تحقيق خاصة موجودة المصرف في لبنان تعمل كشف فوري للحسابات المالية والممتلكات وضغري يبين مين وقتها تولى شأن عام صار في عنده زيادات غير طبيعية يتحقق يبرر لمصدرها يتحول لمحكمة خاصة مقترحين من تكون برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الموضوع في طريقة أفضل من ذلك أي واحد يفوت على مسؤولية عامة مفروض أن يقدم تصريح بمتلكاته الآن الذي يتهم بموضوع الفسادين شاهد كما تقول بين عمل مقارن ما كان عندما فات وش هل أنا دولت الرئيس نحن بالقانون موجودة نقدم المجلس الدستوري طبعا هم تخذلي من وقت دولت الرئيس نحن بالقانون مقترحين غير هيك نحن نقول يصير في كشف على كل المتعاطين بالشأن العام مش لإذا واحد اتهم أو ما اتهم خلينا أقول لك لأي دولت الرئيس وهي دي شغلي تستاهل أن الحراك مش يمنعنا نجع على مجلس النواب يزربنا بمجلس النواب ويطوقنا تنطلع قررين قانون التي تستاهل وإذا لم نقرد بقانون هذه تنعمل تلقائيا من كل واحد أنا جربت وخوفوني مننا وقوعا وشو صار ما صار أنا دولت الرئيس هنا أنا ووزير سنة 2012 كانت بعد 12 بعد نص ليل طلبت سنة 2012 من مجلس النواب يعمل محاكمة أو تحقيق فوري بموضوع إذا تتذكر المزوط الأعمار طلعت وقتها كذبة مثل العادة بهذا الموضوع وضعتنا ترحت إلي أن تفضلوا تنعطي برهانة للشعب اللبناني أن هناك أحد يتحاكم لا يصير الخلط بين الفاسد والإدم يكرماننا كلنا سوا هذا المجلس فيه كثير قوادي من نواب لا يصير يصيروا كلهم فاسدين لأنه لا نقوم بوش بيتنا بتشريع من هذا النوع هذا بكم شهر ينكشفوا كل الناس التي صار فيه نطوءات غير عادية بحساباتهم أو ممتلكاتهم أنا بدعي لهذه ضغط إجابة على المجلس النيابي وعلينا وهذا يكون إنجاز تاريخي يسجل للحراك أما الضغط السلبي لتسكير المؤسسات